السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس الجزء الثاني من قصص الحروف سنحكي لكل حرف قصة وسنشرح كيف يكون شكل الحرف بأول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة نتابع مع قصة الحرف دال كانت دلال تلعب في حديقة الدار مع أختها دينا فجأة شاهدت ديكا ودجاجة يدوران حول دودة دهشت دلال عندما رأت ذلك فصعدت دلال على درج الدار وأحضرت دفترها ورسمت ما شاهدته الحديقة قصة حرف الذال وحرف الدال يتشابهان فقط حرف الذال فوقه نقطة ذكرى طفلة ذكية نجحت في امتحانات آخر العام بتفوق فأخذها والدها معه إلى المتجر واشترى لها حصانا له ذيل جميل كما اختار والدها خاتم ذهب وقدمه لها هدية كما نشاهد حرف الذال وقلنا حرف الذال يشبه حرف الدال يكتبان بنفس الطريقة في كلمة ذكرى حرف الذال في أول الكلمة وهو ليس متصلا بما بعده وكذلك في كلمة ذكية وكلمة أخذها الحرف الذال في وسط الكلمة ويتصل بما قبله الحرف الخاء لأن حرف الخاء كما ذكرنا هو من الحروف التي تتصل بما قبله وبما بعده إذا كان الحرف الذي قبله يتصل به حرف الذال هنا اتصل بحرف الخاء لكنه لم يتصل بحرف الهاء كلمة ذيل كذلك بدأت بحرف الذال ونشاهد أن الذال في أول كلمة دائما لا تتصل بالحرف الذي يأتي بعدها وكذلك الذال جاءت في كلمة ذهب أيضا منفصلة عن حرف الها والدال في كلمة هدية جاءت في وسط الكلمة الدال هنا لكن هذه الدال اتصلت بما قبلها الها ولم تتصل بما بعدها اليا وكلمة قدمه قدمه أيضا الدال جاءت هنا متصلة بما قبلها لكنها لا تتصل بما بعدها إذن حرف الدال وحرف الذال لا يتصلان بما بعدهما ولكنهما يتصلان بما قبلهما من الحروف التي تتصل بما قبلها وبعدها ننتقل الآن إلى حرف الراء وهو أيضا من الحروف التي تتصل بما قبله لكنه لا يتصل بما بعده ذهب رامي مع أسرته إلى البحر وهناك استمتع بالهواء النقي والشمس الصاطعة وجلس على رمل الشاطئ وفي الغداء أكل رامي رغيفا وأكلت أخته رغيفا آخر فسعيدت الأم بهما إذن هنا نشاهد أن حرف الراء الملون باللون الأحمر جاء في أول كلمة مثل كلمة رامي وكلمة رمل وكلمة رغيفا وجاء أيضا في آخر الكلمة مثل كلمة آخر وكلمة البحر أما في وسط الكلمة جاء مع كلمة مع أسرته أسرته الراء هنا جاءت في وسط الكلمة ونلاحظ أنها اتصلت بحرف السين لكنها لم تتصل بحرف التاء إذن كذلك حرف الراء من الأحرف التي تتصل بما قبلها لكنها لا تتصل بالأحرف التي تأتي بعدها والآن قصة حرف الزاي حرف الزاي يشبه حرف الراء الاختلاف بينهما هو النقطة زهراء طفلة نشيطة كل يوم تحب أن تسقي زهرة جميلة في حديقة المنزل إذن زهراء طفلة نشيطة كل يوم تحب أن تسقي زهرة جميلة في حديقة المنزل حتى تزهر وتكبر وفي عطلة نهاية الأسبوع ذهبت مع أسرتها إلى حديقة الحيوانات وهناك عجبتها زرافة صغيرة فقدمت لها طعاما إذن هنا نجد أن حرف الزاي الملون باللون الأحمر جاء في أول الكلمة في كلمة زهراء وكلمة زهرة ولم يتصل بما بعده الها وجاء في وسط الكلمة مثل كلمة المنزل أيضا لم يتصل بما بعده لكنه اتصل بحرف النون وكلمة تزهر الزاي هنا متصلة بحرف التا الذي جاء قبلها لكن الزاي لم تتصل بحرف الها وكلمة زرافة جاءت في أول الكلمة وعندنا كلمات كثر تبدأ وتنتهي بحرف الزاي مثل رز را زاي حرفان لا يتصلا مع بعضهما فيكتبان بجوار بعضهما را وزاي أصبح لدينا كلمة رز الآن عندنا قصة حرف السين سين نجح سعيد في الامتحان فاشترى له والده حوضا فيه سمك أحب سعيد سمكة صغيرة في هذا الحوض فكان يلعب معها وقتا طويلا نجد أنه كما اشترى له والده ساعة جميلة ليتذكر موعد المسبح وهو دائما ينسى وقت السباحة نجد أن حرف السين جاء في عدة مواضع جاء في أول الكلمة وجاء في وسط الكلمة وأيضا يأتي في آخر الكلمة كلمة سعيد جاءت السين في أول الكلمة والسين من الأحرف التي تتصل بما قبلها وتتصل بما بعدها لكن يتغير شكلها تغير شكل هذا الحرف نلاحظ كيف اختلف حرف السين قصة حرف السين كيف يكتب لوحده وكيف يكتب بأول الكلمة حرف السين عندما يكون لوحده يشبه نفس الشيء يكتب بهذه الطريقة عندما يكون في آخر الكلمة وعندما يكون في وسط الكلمة مثل كلمة المسبح متصل بالميم ومتصل بالباء المسبح مثل كلمة ينسى ومثل كلمة السباحة هنا جاءت السين في وسط الكلمة وساعة سعيد سمكة سمك كلها جاءت في أول الكلمة مثلا أيضا عندنا مثل كلمة جلسة جيم لام سين السين هنا تكون متصلة باللام وتكتب مثل هذه السين المكتوبة في العنوان قصة حرف السين لكنها موصولة مع اللام جلس جلس جيم لام سين والآن الحرف الأخير وهو الشين قصة حرف الشين وجد شادي وشذا عصفورا صغيرا على الأرض فأحضر شادي سلما وأعاد العصفور الصغير إلى العش الذي كان فوق الشجرة فزغزغت العصفور الأم من الفرحة لأنهما أعادا فراخها إذا في هذا النص عندنا حرف الشين جاء في أول الكلمة مثل شادي وشذا وجاء في وسط الكلمة مثل كلمة الشجرة متصلة طبعا هنا الشين بما قبلها كلمة شادي متصلة جاءت في أول الكلمة متصلة مع الألف وكلمة العش هنا جاءت في آخر الكلمة وهي متصلة مع العين وكما قلنا عندنا دائما أحرف كأنها إخوة تتشابه فيما بينها فحرف الراء يشبه حرف الزاي وحرف الدال يشبه حرف الذال وحرف السين يشبه حرف الشين فهنا الشين في آخر الكلمة تكتب هكذا سواء كانت شين أو كانت سين تكتب بهذه الطريقة لكن الفرق بين السين والشين هي النقاط الثلاثة الشين فوقه ثلاث نقاط أما السين لا توجد عليه نقاط أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وشكرا لمتابعتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وسنتابع إن شاء الله في الفيديو القادم الجزء الثالث من قصة الحروف السلام عليكم